واللي صار أنه مرة هيئة الاتصالات قامت والله أعطيهم العافية الحقيقة يعني أخوان فاضل قاموا بمحاولة للتركيز ولقاء الضوء على قطاع التقنية تاريك في CITC هيئة الاتصالات فكان التركيز على الاتصالات حبوا أنهم يركزون على التقنية بشكل عام نعم تقنية المعلومات وأيضا لأنه قطاع واعد وفيه تطور فأول شيء سووا رصد للشركات وسوها بطريقة جميلة أيضا زي المسابقة وأنه المسابقة هذه بفوز منهم عشرة والعشرة ذولي بيصير لهم تقدم لهم خدمات فور ثري ومن العشرة بيجي أربعة بيجيبون لهم شركة استشارية وتسوي معهم one to one growth strategy وبزنس بلان فجازت لنا الفكرة وقلنا وينت قان قدم عليها فبصراحة قدم عليها وطلع فيه 150 شركة سووا وفلترها شركات IT ووطنية شركات IT محلية ووطنية نعم واختاروا من الشركات هذه فلتروا ثاني مرة stage one stage two stage three اختاروا عشر شركات وأربع منهم سووا معهم one to one مع الشركة الاستشارية والحمد لله يعني حالة فينا الحظ وصلنا واحدة من الشركات أنا أعتقد الخطوة هذه بالنسبة لنا جت ببلاش وأعتقد أن التكلفة كانت ملايين وأنا أعرف واحدة من الشركات اللي جابت نفس المستشار دفعت حوالي أربع مليون ريال عليها إحنا خذناها ببلاش لكن الفاليو الحقيقي جانا فعلا أنه كيف إحنا نبني growth strategy وكيف أننا نبني business model sustainable إنه يبقى الشركة ما بقيت ويقدم الخدمات العملائها بشكل مستمر اشتركوا في القناة